بهدف تكوين حوالي 53 مسيراً ومكوناً في قطاع صناعة السيارات خلال السنوات الأربع المقبلة تم برباط التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثي تجمع المغرب وكوريا الجنوبية وإفريقيا هذه المذكرة التي وقعت خلال حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالمغرب ترم تعزيز وتقوية قدرات الموارد البشرية بعدد من البلدان منها المغرب والكاميرون والسينيغال وكوديفور وتونس حتى تتمكن من المساهمة في بناء قطاع صناعة السيارات بإفريقيا تماشياً مع المعايير الدولية يوماتاً نقاو على واحد الاتفاق مع السفارة كوريا الجنوبية خاصة لألاكوكا اللي هي الوكالة التأوين الدولية لهم اللي كتجي في إطار تعزيز الشاركة اللي عندنا مع دولة كوريا في عدة مجالات وخاصة في مجال التكوين المهني فيما يتعلق بمهن السيارات حين أن الحكومة الكورية بتعاون مع المملكة المغربية كنا نشئنا مؤسسة ديال التعليم للتكوين في مجال المهن ديال السيارات والآن من 2012 الدابة تجربة هذه ديالنا نتقسمها مع عدة دول أفريقية من أجل تكوين وحد عدد ديال الأطر المتوسطة والعليا في مجال صناعات السيارات سافير الجمهورية كوريا الجنوبية بالمغرب أكد الأهمية التي تولها بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني المغرب شريك هام بالنسبة لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتعاون في هذا المجال هو أيضا شريك لبلادنا بحكم موقعه الجيوستراتيجي في شمال إفريقيا وباعتباره بوابة على باقي الدول الإفريقية وبالتالي نحن قادرون على تقوية والرفع من تعاوننا في هذا المجال بمجاب هذه المذكرة سيستفيد حوالي 53 مسيرا ومكونا من المغرب وإفريقيا من تكوينات خاصة مرتبطة بقطاع صناعة السيارات بكوريا الجنوبية والمغرب بهدف تعزيز وتقوية قدرات الموارد البشرية بهذه البلدان من أجل النهوض بهذا القطاع على المستوى الإفريقية